في هذه الحلقة رح نتكلم عن المسيح الديان وهذا الموضوع يمكن يكون مثير لتساؤلات بعض الأشخاص لأنه دايماً نتكلم عن محبة المسيح ونتكلم عن خلاص المسيح ونتكلم عن أسماء المسيح المسكورة في الكتاب المقدس عن هويته وعن شخصيته المسيح كلمة الله القدوس البار وطبعاً واحد من المواصفات اللي بتخص المسيح أنه بلا خطية وأيضاً أنه هو ديان الجميع المسيح الديان أنا بدعوك حتى تشاهد هذه الحلقة رح طبعاً نتعلم عن المسيح الديان عن صور الدينون في العهد القديم وهل هذه الكلمة تطلق على المسيح أيضاً في العهد القديم؟ وماذا يقول العهد الجديد عن المسيح الديان؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر